أكد صاحب السموه الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولو العهد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقة الثنائية التي تجمع مملكة البحرين والجمهورية الهيلينية مستمرة في التطور والنمو بما يفتح آفاقا أوسع لدعم أوجه التعاون المشترك على كافة الأسعادة نعم وأشار السموه إلى حرص المملكة على تعزيز مسارات التنسيق المختلفة بما يعود بالخير والنفع على الجميع جاء ذلك لدى لقاء سموه اليوم خلال النسخة الخامسة من منتدى مبادرة الاستثمار معالي السيد كيرياكوس ميتسو تاكيس رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة حيث نوه سموه بهمية البناء على ما تحقق من تعاون اقتصادي واستمرار تعزيز العمل الثنائي في ظل ما يجمع البلدين من اتفاقيات ومذكرات تفاهم نحو خلق المزيد من الفرص الاستثمارية المشتركة ما يدعم مسارات هذا التعاون على كافة المستويات وجرأ خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وجهود تعزيز السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم من جانبه عرب رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية عن شكره وتغديره لصاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من اهتمام بتعزيز مستوى العلاقات بين مملكة البحرين والجمهورية الهيلينية في جميع المجالات اشتركوا في القناة